لايف جديد انهيار الدولار و 35 مليار دولار لمصر علشان راس الحكمة بس هل ده معناه ان الحكومة باعت الارض والارباح كلها تروح للامارات؟ طيب ايه مصير الناس اللي سكنة في المنطقة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في اللايب رسميا الحكومة مضت عقود اكبر صفقة استثمارية في مصر بالتنصيق مع كيانات كبيرة الارقام اللي كشفها رئيس الوزراء مفاجئة 35 مليار دولار هيدخلوا البلد خلال شهرين بس وعلى دفعتين الدفعة الاولى هتبقى 15 مليار دولار منهم 10 مليارات دولار كاش وكمان تنازل الامارات عن 5 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي والدفعة التانية 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار سيولة و 6 مليارات دولار من ودائع دولة الامارات بالبنك المركزي طيب كده الدولة سلمت ارض راس الحكمة للامارات بالكامل الاجابة لا لان حسب الاتفاق مصر لها 35% من ارباح المشروع ومع تنفيذ هذا المشروع هيتم ادخ مليارات الدولارات من دولة الامارات طيب مشروع راس الحكمة هيتنفذ ازاي الصفقة هي شراكة مش بيع اصول وحسب رئيس الوزراء مشروع راس الحكمة اكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر وهيتم تأسيس شركة راس الحكمة علشان تبقى الشركة القابدة للمشروع لبناء فنادق ومشروعات طرفهية ومنطقة المال والاعمال المشروع هدفه جذب استثمارات 50 مليون سائح مع تطوير وانشاء مطار دولي جنوب مدينة راس الحكمة وبالنسبة لأهالي مطروح اصحاب المكان الحكومة عملت حصر لكل الموجودين وهتبني لهم بديل بالقرب من المشروع علشان يبقوا اكبر المستفدين من هذا المشروع وفعلا الدولة بدأت في التواصل معاهم وهيتم الانتهاء من تعودهم فاسرع وقت ممكن كمان مدبولي شكر دولة الامارات لان دخها للمبالغ دولارية في الوقت الحالي معناه انها وثقة في الاقتصاد المصري وان الفلوس اللي بتصرفها هتجيب مكسبها واعتبر ان صفقة راس الحكمة هي بداية عبور المحنة وحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الصفقة دي ضمن خطة الحكومة للتنمية العمرانية وهتكون البداية لمجموعة صفقات استثمارية جاية في الطريق وده معناه بكل بساطة دولارات اكتر هتدخل البلد يعني هتقدر تسد ديونك وتشتري الاكل والشرب والخامات اللي انت محتاجها وكمان البنوك هيبقى فيها دولار علشان تقفل الطريقة على سوق السودة واللي شغالين فيها وفي نفس الوقت انت بتتكلم عن مشروع سياحي كبير علشان يتنفذ محتاج عدد كبير من الشركات والمصانع تخدم عليه يعني الكل هيستفيد وخصوصا فرص الشغل اللي هتشغل آلاف الشباب وتفتح آلاف البيوت ده غير ان الحكومة في المرحلة الاخيرة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علشان نكمل استلام الكارد وكمان تزود امتو لغاية 10 مليار دولار وكمان تنفذ وصيكة سياسة ملكية الدولة اللي اعلنت عنها من فترة ومن خلالها بتشيل ايديها من صناعات معينة وتدخل مكانها القطاع الخاص واهم سؤال بيشغل الشارع دلوقتي هل ده هيخفض الاسعار؟ خلال الساعات اللي فاتت حصل تراجع كبير في الدهب علشان يسجل سعر الجرام 3350 جنيه وكمان الدولار في السوق السودة نزل لغاية 59 جنيه في بعض المناطق وزي ما اي اشاعة بترفع سعر الدولار جامد في السوق السودة كمان الاخبار الايجابية تقدر انها توقعوا وده اللي حصل بعد التسريبات الاولى لصفقة راس الحكمة لما سعر الدولار نزل من 70 جنيه لخمسين جنيه انت كمان شاركنا توقعاتك لأسعار الدهب والدولار وكمان استلع بعد الاعلان الرسمي عن صفقة راس الحكمة وقلنا شايف الدولار والدهب هيبقوا بكام؟ اشتركوا في القناة